بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المعروف بالسماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم محمد الله أعلم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ناسيما أفضل الصلاة وأتم التسليم على أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الله أعلم نبارك لكم هذه الأيام السعيدة الواردة في فضائل ومناقب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأهل البيت واحتفدنا قبل أيام بعيد الغدير الأغار عيد الولاية وتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام إماما ووزيرا ووصيا وخليفة وأميرا على المسلمين وتمر في هذه الأيام أيضا ذكريات عطرة منها المباهلة وفيها في بعض الروايات في اليوم الخامس والعشرين وفي بعضها في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة وحتى في السنة قد اختلفوا الرواية المعروفة هي في السنة العاشرة للهجرة ولكن نظرا لأن النبي صلى الله عليه وآله كان مجغولا في غدير خم وأخذ البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام وكان معه عشرات الآلاف من المسلمين يعتقد بعض المحققين أن من الصعب أن يصل إلى المدينة ثم يكتب كتابا إلى النصارى في اليمن ويأتي منهم من يطالب الأسئلة أو المباهلة ويعتقدون أن الحادثة كانت في السنة التاسعة للهجرة وليست في السنة العاشرة إجمالا كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى نصارى نجران إلى رئيسهم يدعوهم للإسلام فلما وصلت الرسالة جمع الأساقف والعلماء وعرضها عليهم فقالوا جميعا تعلم أن هناك نبي آخر الزمان وربما يكون هذا هو النبي فيدل هذا المعنى أنهم كانوا فعلا يقرؤون التوراة والإنجيل ويجدون فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحا وصريحا وقد ذكر ذلك فيما بعد عبد الله بن سلام حينما أسلم يقول أنه كنا نعرف صفة النبي أكثر مما نعرف به صفة أولادنا إلى هذه الدرجة من الوضوح كانت الصفة في التوراة وفي الإنجيل موجودة ومازال في التوراة والإنجيل الموجودة عندنا أكثر من خمسين مورد فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وذكر لأمير المؤمنين والحسن والحسين والزهراء سلام الله عليها وفيها ذكر الإمام المهدي يعني صفته صلوات الله وسلامه عليه وأنه يملأ الأرض قصة وعدلة ويأتي بعد وضع حرج وشديد يمر على البشرية على كل حال ما يذكره التاريخ حولهم أنهم قالوا لرئيسهم هذا المعنى فقال إذن نرسل جماعة لنستطلع الخبر فأرسلوا في رواية 14 من كبارهم و70 من رجالهم في بعض الرواية يقول فقط 14 بعضهم يقول 70 وبعض الرواية تجمع تقول يعني 14 من العلماء أو الساقفة و70 واحد من الوجهاء والأشراف والشخصيات ليستطلعوا خبر النبي صلى الله عليه وآله فجاءوا ولم يكن في ذلك الزمان فنادق ولا مكان للإقامة وإنما كانت إقامتهم في المسجد فجاءوا بصلبانهم وما عندهم من أثاث أو ثياب ورياش وغير ذلك ودخلوا المسجد ثم بقوا ثلاثة أيام والنبي لم يسألهم وهم لم يسألوا كأنهم أرادوا أن يستطعوا من قرب حياة النبي صلى الله عليه وآله يرون هل فيه أثر النبوة أم أثر الملوكية والسلطنة هو الحاكم على الجزيرة العربية في هذا الوقت واستسلمت حتى مكة فتحت في السنة الثامنة للهجرة وبعد ذلك هوازن في الطائف والجزيرة العربية كلها دخلت في الإسلام فهذا الرجل الحاكم على جميع عشائر وقبائل العرب في الجزيرة العربية كيف يكون وضعه وكيف تكون حياته لذلك بقوا ثلاثة أيام لم يكلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بعض التواريخ تذكر أنهم جاءوا بالذهب والصلبان والملابس الفاخرة وحينما جاءوا أول مرة ليكلموا النبي أعرض النبي عنهم يعني أبدأ وجها مكفهرا لهم فجاءوا إلى أمير المؤمنين يسألونه لماذا النبي معرض عنه قال لما عندكم من الصلبان والذهب وغيره انزعوا هذا وادخلوا بملابس عادية ففعلوا ذلك وحينما جاءوا إلى النبي استقبلهم برحابة صادر وأجلسهم ثم استأذنوه أن يقيموا صلواتهم في الصلوات هناك مزمار أو ناقور أو مشاكل وبعض المسلمين لم يرتاحوا لهذا المعنى كيف في المسجد تمارس هذه الشعائر مع الصليب وهو رمز الشرك والكفر باعتبار يقولون بألوهية عيسى عليه السلام وهو شرك ولكن النبي قال دعوهم يعني نرى مقدار الحرية الكاملة التي يعطيها الإسلام للأديان الأخرى حينما يدعوهم لكي يكونوا في الدعوة إلى الإسلام على اختيار تام بدون ضغط ولا أذية ولا أذى تماما مصداقت قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لم يهددهم النبي بشيء الآن يقولون أن الإسلام انتشر بحد السيف أين حد السيف في نشر الإسلام وأن الإسلام انتشر بالمنطق وبالأخلاق وبالمحبة وبالواقع انتقلوا نعم حد السيف كان للطواغيت والجبابرة الذين يمنعون عموم الناس من الدخول إلى الإسلام على كل حال بعد ثلاثة أيام جاءوا في مناظرة بعض المناظرات مذكورة في كتاب الاحتجاج للطبرسي مطولة عدة صفحات بعضها تختصر بعضها لا تذكر إلا جملة واحدة سألوه إجمالا عن عيسى عليه السلام قالوا في بعض القوال وكبارهم ثلاثة الأسقف والسيد والعاقب الإسقف هو عالمهم والمحترم عندهم والذي كان ملك الروم يرسل عليه الأموال لبناء الكنائس ويصرف على ترويج المسيحية رجل كان شخصية علمية كبيرة معه السيد والعاقب هؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا أردنا أن نؤمن بك ونحن وجدنا صفتك موجودة عندنا في كتبنا موجودة ولكن هناك صفة واحدة جعلتنا نمتنع عن الإسلام قال وما هي قال أن النبي الجديد الذي يأتي عادة يصدق النبي الذي قبله وأما أنت فلا تقبل وتشرك بل تكفر موضوع التثليث وعيسى ولا تقبل أن يكون ابن الله فلذلك نحن امتنعنا لأن هذا النبي يجب أن يصدق النبي السابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أصدقه وأقول هو عبد الله والله سبحانه وتعالى قدر عليه الموت والحياة والبعث والنشور كباقي العبيد لله سبحانه وتعالى قالوا هو ابن الله قال لكل ابن أثر من والده الابن حينما يولد مثل والده أما بالصفات أو بالطبيعة البشرية يأكل يشرب ينام إلى آخره هذه طبيعة ابن الحيوان هم مثل الحيوان كل حيوان ابنه يكون مثله فلكل ولد طبيعة من والده فهل الله في رأيكم كعيسى يأكل ويشرب وينام ويحتاج إلى الحركة ويتسوق هل هكذا قالوا لا قال إذن كيف تقولون هو ابن الله قالوا لأنه جرت على يديه المعجزات والكرامات من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك قال نعم أنا أصدق جرت على يديه هذه الكرامات والمعاجز ولكنها كانت بإذن الله جل وعلا قالوا إذن لكل ولد والد فمن أبوه هنا بعض الروايات تقول أن النبي لم يجبهم وانتظر الوحي وفي رواية وجدتها يقول لا أجابهم النبي قال أن مثله كمثل آدم وآدم ليس له أب ولا أم وهنا ضرب لهم بمثال لأكثر أهمية في المعنى أن أذا كان ليس له أب فآدم ليس له أب ولا أم فإذا كان الله يمكن أن يخلق بشرا بدون أب وأم بكلمة الخلق كن فيكون فلماذا لا يكون عيسى كذلك ثم لجوا وتمادوا أحيانا ترى بعض الناس في المناقشة يرى الحق ويعرفه ولكنه يلج في الإنكار ويلف ويدور وإن كان يعلم أن طرفه يتحدث بالصواب النبي طبعا لا يحب المراء والجدل العقيم لذلك نزلت الآية الكريمة أولا وضحت أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلق بكلمة التكوين كن فيكون ولما لجوا نزل الجزء الثاني للآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين معنى المباهلة أو الابتهال يذكر معنيين عادة معنى يقول هو اللعن واللعن معنى الطرد من رحمة الله ومعنى آخر لغويا يقال هو ترك الشيء البهل هو ترك الأمر بدون قيد بدون سيطرة بمعنى أنه نترككم أنتم بدون أمر الله سبحانه وتعالى ونقول نحن إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين نقول لا الله ليكلك إلى نفسك وهذا معنى المباهلة أنه إذا كنت لا تقبل هذا الحق فأسأل الله أن يكلك إلى نفسك ومعنى أن يكلك إلى نفسك يعني أنت حياتك وقلبك وروحك ويتستك كله أنت مسؤول عنه الله بعد ما لا علاقة بك طيب الله هو الخالق وبيدية كل شيء إذا الإنسان وكله الله إلى نفسه معنى أنه يهلك في لحظة واحدة وعلى كل حال سواء كان هذا المعنى أو ذاك المعنى وكلهما متقاربان صار هذا القرار على المباهلة هنا في المباهلة نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق هذه الآية بالرغم أنها جاءت بالجمع أبناءنا وأبناءكم ولكن لم يأتي إلا بالحسن والحسين صلى الله وسلامه عليهما ونساءنا لم يأتي إلا بالزهراء صلى الله وسلامه عليها وأنفسنا جاء فقط بأمير المؤمنين عليه السلام عبر عنه بنفسه وهنا أيضا يذكر المؤرخون طريقة معينة حينما جاء النبي قال كان يحمل الحسين وإن كان الحسين سلام الله عليه في ذلك الوقت عمره كان إذا كانت ولادته سنة الثالثة أو الرابعة للهجرة على اختلاف الروايات يعني خمسة إلى ست سنوات كان ممكن أن يمشي ولكن كان يحمل الحسين وبيده الحسن وخلفه الزهراء وخلفهما أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه وحينما نظر الأسقف إلى هذا المنظر قال إن جاء بقومه فمعنى ذلك هو ملك يريد أن يستعين بقوة وجبروت وزعامة قومه يأتي بالناس وإن جاء بأهل بيته فلا يعقل أن يعرض إنسان أهل بيته للخطر إلا أن يكون مطمئناً 100% أنه لا خطر عليهم فحينما نظروا إلى هذه الهيئة والنبي لم يأتي بأي واحد من الصحابة أبداً تقريباً إجماع المؤرخين عشرات المصادر كلها تذكر نعم في بعض المصادر الضعيفة ورواياتها مجهولة يزيدون كما هي العادة في زمن بن يومية قالوا أنه جاء عمر وأولاده وأبو بكر وأولاده والآخره ولكن لا يلتفت إلى مثل هذه الروايات لأن إجمال رواة الثقات والمحدثين أنه كان فقط أمير المؤمنين والزارة والحسنان سلام الله عليهم هنا رؤية الأسقف الأكبر يقول أنه أرى وجوها طيب هذه الرؤية من أين تأتي يبدو كان عالماً كبيراً جليلاً ولذا يقول أرى وجوها لو سألت الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوهم فتهلكوا ولكن صالحوهم وتذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله جثى على ركبتيه كان مستعداً للمباهلة وتذكر من شروط المباهلة أن يضع أصابعه أو يده في يد خصمه ويدعون دعاء المباهلة فرأوا أن النبي جثى واستعدى للمباهلة لذلك قالوا لا بل نصالحك وصالح النبي على بعض الأمور تذكرها في التاريخ كذا جمل كذا حل هذا ليس مهم إجمالاً أقولهم من البداية معترفين بأن هذه الصفات صفات النبي المذكورة في التوراة والإنجيل وأيضاً حينما جاءوا وراءوا أخلاق النبي عرفوا أن أخلاقه وأخلاق الأنبياء وليست أخلاق الملوك ثالثاً في المباهلة لو هذه النظرة الثاقبة يقول أرى وجوهاً لو سألت الله أن يزيل جبلاً لأزاله وبعد ذلك طبعاً جاء في الرواية لو باهلوا لما بقي من النصارى أحداً على وجه الأرض حلت عليهم لعنة الله جميعاً وإذن هو كان ينظر هذا المعنى ثم أكثر من هذا يقول العاقب منهم وكان عاقلاً قال إنكم تعلمون أنه صادق ولكنكم تريدون أن تتبعوا رأيكم ما كنت تعصوا بالأعمى وعنده كيان وعنده جماعة وعنده كنيسة ورئيس ومحترم شلون يترك مقام الرئاسة هذا الكرسي بعد من يقود عليه والناس تحترمها شلون يقدر يتركه ويجي يصير تابع إلى نبي آخر الزمان هو الآن يعيش مثل الملك شلون يترك المعنى نعوذ بالله من أثر الجاه والسلطان والقوة بحيث تحرف الإنسان وتؤدي به إلى نار جهنم فيقول له العاقب والسيد أنه أنتم تعلمون أنه صادق ولكن إذا شئتم أن تنجوا ويعني تقوم بما أنتم عليه فصالحوه ولذلك صالحوه وتذكر الروايات بعد ذلك جاء السيد والعاقب مرة ثانية يعني رجعوا إلى اليمن ثم جاءوا إلى النبي وأعلنوا إسلامهم هناك إذن نرى أن القصة هي الواقع إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإشارة واضحة وصريحة إلى أن صفاته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل كما يذكر القرآن الكريم ذلك وكان في ذلك الوقت كثير من القسس يعرفون صدق ما يقوله ولكن يمنعهم حب الدنيا وحب الشهوات طبعا في مدلول الآية مدلول للإمامة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر كما هو القرآن الكريم قال وأنفسنا وعبر عن الإمام علي كنفسه وإذا كان كنفسه فهو إذن شريكه في الآمر كما كان هارون شريكا لموسى القرآن الكريم يقول وأشركه في أمري إذن والنبي أيضا قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فإذن هو ومن كان كذلك لا بد بشكل طبيعي أن يكون أولا أفضل الناس ثانيا هو صفاته صفاته المعصوم كما النبي صلى الله عليه وآله وثالثا أن يكون هو الإمام والخليفة والوصي بعد النبي وكذلك إشارة إلى أن الحسن والحسين أبناء رسول الله بالرغم أن العباسيين وقبلهم الأمويون أرادوا أن يزيلوا هذه المنقبة لا يربطوا برسول الله يقولون لا هم أبناء علي وليسوا أبناء رسول الله وشاعر العباسيين كان يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فالبنون من ناحية الأبناء وليس من ناحية البنات وهذا غير صحيح أن القرآن الكريم هنا يقول أن الحسن والحسين أبناءنا النبي يقول يدعوهم بنص القرآن يقول وأبناءنا فهم أبناء النبي صلى الله عليه وآله ورد في الحديث الشريف أنه كل نبي ذريته من صلبي وأنا ذريتي من صلبي علي وفاطمة سلام الله عليهم بالرغم من كل هذه الآيات وكل روايات الموجودة المؤيدة ما ذلك ترى بعض الناس يتعصبون للباطل ولا يقبلون ذلك وحقيقة تكليف الإنسان هو أن يلقي الحج على الناس فيبين للناس ما هو حق وما هو باطل يبقى هل يهتدي الناس أو لا يهتدون ذلك ليس شأننا لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى كما يقول القرآن الكريم أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء المهم ذكر إنما أنت مذكر المهم أنه أنذر إنما أنت منذر فإذن يذكر الناس بالحق ينذر الناس بعذاب الله سبحانه وتعالى لمن يعصي وينحرف وأما يهتدي الطرف الآخر أو لا يهتدي ذلك أمر بيد الله سبحانه وتعالى ويذكر أيضا في هذا اليوم يوم الرابع والعشرين وقيلة في بعض الرواية السابع والعشرين أكو اختلاف في الأيام على كل حال نزلت سورة الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه الآية أيضا هناك اختلاف في تفاصيلها وإن كان اتفاق على مفهومها أن أمير المؤمنين كان يصلي في المسجد ومر رسائل يسأل المسلمين أن يعينوه فلم يعطيه أحد شيئا ورفع يديه بالدعاء أنه اللهم اشهد أني أتيت إلى مسجد نبيك ولم يعني أحد من المسلمين وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه يصلي يبدو صلاة نافلة قبل الصلاة الواجبة فمر به السائل فأشار إليه بخاتمه وأعطاه الخاتم النبي صلى الله عليه وآله في هذا الوقت كان في البيت أتذكر بعض الروايات في التفاصيل وكان عنده جماعة من اليهود وقد أسلموا ثم قالوا له يا محمد صلوا على محمد وعلى محمد لكل نبي وصيء فما وصيك فنزلت هذه الآية والنبي في البيت فخرج من البيت إلى المسجد وهو يقول الله أكبر وسأل الناس من تصدق بالخاتم وهو راكع فأشاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وإذن التفاصيل كلها تشير إلى أنا يعني مجيء اليهود وإسلامهم ثم طلبهم من النبي أنه لكل نبي وصيء فمن وصيك ونزول الآية الكريمة في تعيين الولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه في ظرف واحد سبعض المشككين لما رأوا تاريخيا وفي أسباب النزول لا يمكن المناقشة في أصل القصة وأنها ثابتة بدأوا كطريقة الدعاية والإعلام التشكيك بالتفاصيل يقولون أنتم تقولون أن علي إذا صلى بعد لا يلتفت إلى شيء كما القصة في صفين أصابت بدنه بعض السهام وحينما أرادوا أن يخرجوها آلمته كثيرا فقال حسنان سلام الله عليهم اتركوه إذا صلى فأخرجوه فأنه لا يشعر بذلك لا يشعر بالألم أثناء الصلاة فيقول إذا كان كذلك فكيف شعر بالسائل الذي يسأل والتفت إليه مع أنه هو ملتفت إلى الله سبحانه وتعالى سأل أجوبة متعددة صبط ابن الجوزي كان على المنبر وسأله أحدهم هذا السؤال فتأمل قليلا ثم أجاب ببيتين من الشعر قال يسقي ويشرب لا تلهيه نشوته عن النديم ولا يلهو عن الكاسي أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات فهذا واحد الناس كأنه يريد أن يقول أن انشغال بالله سبحانه وتعالى لا يلهيه عن مسؤوليته وواجباته تجاه الناس لأن مساعدة الفقراء أمر يحبه الله جل وعلا هو ليس انشغال بالدنيا بل انشغال بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا واحد الناس في لحظة واحدة هو مع الله جل وعلا وفي نفس الوقت يقوم بواجباته تجاه المخلوقين وكان المرحوم خالي الشهيد السيد مهدي الحكيم يفسر هذا المقطع يقول لا يشغله الله عن الناس ولا يشغله الناس عن الله جل وعلا فهو مع الله ومع الناس في آن واحد وطبعا هذا المأنى ايضا يعني واضح لو دخلنا في التفاصيل كما بعض العلماء الآخرين يقول أصلا هو الإشكال غير وارد انما نقال ان امير المؤمنين منشغل مع الله لا يعني انه لا يرى اعمى ولا يسمع اطرش هو يرى ويسمع ولكن لا يهتم بما حوله بل تركيزه مع الله سبحانه وتعالى اما لو كان هناك تكليف شرعي فهل معنى ذلك هو لا يسمع التكليف ولا يرى وفرطشار حريق هو لا يرى الحريق لكي ينقذ طبعا كان يسمع ويرى ولكن لا يركز في ما يرى لأمور الدنيا وانما تركيزه مع الله سبحانه وتعالى في الروايات ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في المسجد وكان بعض الاطفال طفل يبكي في المسجد فخفف النبي صلاته حينما تم صلاة قالوا يا رسول الله خففت صلاتك صلت بالعجل بسرعة قال نعم أما سمعتم بكاء الصبي خفف رحمة بالصبي يعني إذا كان النبي عارج الصلاة مع راج المؤمن يعرج بروحه إلى الله جل وعلا في الصلاة المعنى ذلك يعني لا يسمع ولا يرى لا يسمع ويرى ولكن لا يلتفت إلا إذا كان هناك تكليف أو واجب أو مثلا مستحب يؤديه فإذن أمير المؤمن سلام الله عليه هذه إحدى معاجزه أنه في آن واحد يفكر في جانبين في وقت التركيز مع الله هو يؤدي واجبه تجاه الناس وهذا الإخلاص وهذه الطاعة ربما هي التي تجلت أيضا في المناسبة الأخرى التي وردت في هذه الأيام وهي التصدق بأقراص الخبز حينما صام يعني مرض الحسنان كما تذكر الرواية فعادهما النبي والصحابة وقال النبي لأمير المؤمنين سلام الله عليه لو نذرت لله نذرا فنذر إن بري الحسنان أن يصوم ثلاثة أيام والزهراء سلام الله عليها أيضا نذرت ذلك وفض خادمتهما ثم بري الحسنان سلام الله عليهما وجاء أمير المؤمنين بثلاثة أصواع من الطحين طحنت الزهراء الصاعي الأول وصنعت منه خمسة أقراص من الخبز وحينما حل وقت الأفطار طرقت الباب وجاء مسكين من مساكين المسلمين يقول أنا مسكين وأطعموني أعطاه أمير المؤمنين سلام الله عليه قرصة وكان ربما يكفيه لأنه القرص طعام لكل واحد أنه أمير المؤمنين حصته قرص واحد الزهراء حصته قرص واحد الحسن الحسين كلهم قرص واحد ولكن الإخناص والمسابقة في الحصول على الأجر والثواب نرى عند أهل البيت سلام عليهم بحيث أن الزهراء هي أيضا أعطته خبزها وفضة والحسن والحسين كلهم تبرعوا بإفطارهم وأفطروا على الماء في اليوم الثاني جاء يتيم وفي اليوم الثالث جاء أسير وأكذا ثلاثة أيام تبرعوا بكل ما عندهم من طعام وطبعوا صائمين إلا من الإفطار مساء على الماء أقول هذا الإخلاص الكبير هو الذي يتكبله الله سبحانه وتعالى وأنزل سورة كاملة في متحهم والله يقرر ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إذن الله سبحانه وتعالى هو يقرر أن نيتهم إنما نطعمكم لوجه الله لا للتفاخر ولا للدنيا ولا للرياء ولا للسمعة ولا لكي يراه الآخرين لا الحسن والحسين أعطوا حتى أبوهم يشجعهم مثلا أمهم تشجعهم فضة تقول إذن أنا أسيرهم لا كلهم أعطوا لله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم يمدحهم تعلمون في روايات باب الرياء وهو الشرك الخفي الرواية تقول إن الله أكرم الشريكين بمعنى لو كان تسعمية وتسعة وتسعين بالألف لله واحد بالألف للناس بالنتجة هذا صار شريك لله ولو بمقدار واحد بالألف فالله يعطي حصته للناس ويقول أنا ما أتقبل الله يريد الخالص مئة بالمئة فإذن لو كان في عملهم واحد بالألف بل واحد بالمليون أو واحد بالمليار من شؤون الدنيا وليس خالصا لله لما نزلت السورة في متحهم وذكرت الآية هذا المعنى وهذا الله سبحانه وتعالى يبينه ويبين إخلاصهم وعظمتهم ولا غير أن أنهم سلام الله عليهم يكونوا بهذه الدرجة العالية من الإيمان والتقوى والعبادة والإخلاص لله والله سبحانه وتعالى يعطيهم يوم القيامة تلك الدرجة الرفيعة من الشفاعة وسقي العطاشة في يوم المحشر من حوض الكوثر وإنقاذ المؤمنين الموالين من العذاب وعبور الصراط بسك من أمير المؤمنين سلام الله عليه وغير ذلك من الدرجات اللهم أننا نسألك وندعوك بوليك وحجتك على خلقك علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم بقرآنك العظيم وبنبيك الكريم ومحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه اللهم اقض بهم حوائجنا وارحم بهم موتانا واشف بهم مرضانا ووسع بهم أرزاقنا واقض بهم ديوننا وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخر اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم وقد وفقتنا أن نجتمع في هذا المحفل على حب محمد وآل محمد فاجعلنا معهم يوم القيامة وتحت لوائهم وشفاعتهم وفي الجنة من مرافقيهم على سرر المتقابلين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة